نشوف كمان تفاصيلنا بالكامل مع الزميل العزيز محمد سعيد محمد سعيد أهلا بيك أهلا بيك كابتن ميدو تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدك وعنات الأهل في كل مكان عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله لنا بدور السفارات بطولة مميزة جدا يعني كاس على المصغر على عرض النادي الأهل يا كابتن ميدو ده جميل ده جميل إن شاء الله لسه بتكلم إنها تكون بشرة خير ومصر أنا شايف إنها مكتسحة كل الفرق ماشاء الله بالفعل يعني أولا عايز أقول لك المنتخب المصري يعني من طبعا هم يعني معظمهم أو موظفين في بونس وبالتأكيد من وزارة الفرقية المصرية هم اللي بيشاركوا في هذه البطولة اللي بينظمها النادي الآلي كانوا بيتمنى هل تكلم معهم بعد المباراة السمي فاينال لأنهم كذبوا كازاخستان 6-0 كانوا بيتمنى يواجهوا في الفاينال روسيا لكن للأسف روسيا خسرت من منتخب ماليزيا ومنتخب ماليزيا عايز أقول لك منتخب قوي جدا بيعمل مباراة قوية جدا هو لا يواجه منتخب مصر في المباراة نهائية لكن المنتخب المصري كان بيتمنى أن يواجه روسيا في المباراة نهائية عشان حدثها علامي زي ده وقبل كأس العالم يعني في ظل وجود استفارة الروسية بالكامل على عرض المهد الأهلي كان عايزة جميل جدا قبل انطلاق كأس العالم في روسيا ان شاء الله خلال الشهر القادم وإحنا عملنا اللي عينها محمد إحنا كسبنا وطلعها نهية واستنينهم هم اللي مجوش هم اللي مجوش كسبوا السيمي فاينال يعني أنا أرا بأتكلم معاك لسا آه بالزبط كسبوا السيمي فاينال يعني كسبوا كزاخستان 3-0 كانت مباراك دي للمنتخب الروسي قدر يعوض بقى يعني كان فيه بعدد من المشجعين كانوا موجودين هنا في أهلي الشيخ زي كانوا بيشجعون فقدروا هم يعوضوا وحصلوا على المركز الثالث في المباراة اللي انتهت منذ قليل يعني مين لا يروح الجونال اسبوع الجونال منظمات الشركة الرعية مصر والماليزيا آه هي مباراة خارج التوقعات على فكرة مصر وماليزيا واجهوا بعض في دور المجموعات وكانت مباراة صعبة كسبنا 3-2 وده اللي بيأكد من المباراة الفاينال هتكون مباراة مختلفة آه الكل بيتتوقع منتخب مصر لكن أنا شايف أن المنتخب الماليزيا صراحة يعني هيبقت مباراة فيها هندية وقوة بشكل غير طبيعي لكن بصراحة المباراة اللي هتقوم قبلها أنا شايف أنها تبقى مباراة أقوى نجوم كرة القدم في النادي الأهلي القدامى هايلعبوا منتخب السفرات منتخب السفرات يمكن مختارين أفضل اللاعب اللي شاركوا من السفرات والديبلوماسيين في هذه البطولة بس إثناء طبعا مصر وروسيا وماليزيا وكازاخستان بالفعل إنهم طبعا بالتأكد هايخاندهم مباراة فاينال هايلعبوا منتخب الأهلي أو نجوم الأهلي القدامى أعايت أقول لك بقى خالد بيبو قدامي وياسر ردوان مين تاني يا محمد سعيد؟ محمد فاروق، خالد بيبو، محمد عمارة، ياسر ردوان، ياسر ريان، الصقر أحمد حسن والقائد ده موجود معايا بكاتن هاني رمزي تماما مجموعة كده تم تشكيلها يعني عايز أقول لك ده نجوم الأهلي القدامى اللي هيلعبوا مباراة دلوقتي هي مباراة تقدر تقول مباراة تعرضية بتتاهب قبل المباراة النهائية والختمية أمام منتخب السفارات لكن أتوقع أنها تكون مباراة أقوى يعني من كل يتوقع أنها تكون أقوى مباراة من المباراة كلها لأكلمة خلال دور السفارات نتيجة وجود نجوم كرة القدم القدامى بالتأكيد في النادي الأهلي خالد بيبو وياسر أدوان وصطار أحمد حسن واللي بيشرفها اليوم موجود مدير فن كابتن هاني رمزي كابتن هاني رمزي النهاردة يكون هو المدير الفن على المجموعة لتشارك النهاردة وقت العظم وكابتن يشان حانا في كمان دلوقتي هو قدامي يعني حوالي انت بتتكلم في سبع لعبين من اللي شارك وطبعا وكان لهم دور في تاريخ النادي الأهلي وجيل كان موجود مع الأهلي هي لعدلوقتي مباراة مع منتخب السفارات بحضور السفير الألماني اللي هيطلق ضربة البداية السفير الألماني متواجد في الحدث وكنت بسجل معه دلوقتي كابتن ميدو سعيد جدا بالتنظيم وسعيد جدا بالحدث وقال أنا تقاريري حتى عن البطولة والمباراة والتنظيم بالمشترك بينه وبين النادي الأهلي حدث جميل جدا ورياضي وسعيد جدا بشكل الملاعب اللي موجودة داخل النادي الأهلي في الشيخزية وشام حانفي يبقى مدرب ولا يلعب؟ لا شام حانفي بيلعب كابتن احمد حسن مين هيقف جون؟ مين هيقف جون؟ وقابوا ياسر ردوان جون سعر ما اسألوا مين هيقف جون؟ سمعوا ياسر ردوان خلاص فرمان ياسر ردوان حارس مارمان طب وخالد بيبو يعرف يلعب من غير داشحتة؟ خالد بيبو وشكله بيعمل دوته ومحمد فاروق يستعيده ذكريات الماضي يعني هو حتى واخد الوينج واخد الوينج اللي مين؟ يلعب بقى وينج المين وياسر رديان وينج شبال ومحمد فاروق رائد الفضاء بقى يكون هو راسل لحربة وقدامهم بقى في نص الملعب في شام حنفي وأحمد حسن وأعماره بقى هيقود الدفاع وراه مع ياسر ردوان حارس المارمان طب حلو جميل ومقرر كابتن هاني رمزي خليهم ياخدوا بالو من خالد بيبو عشان ده بيجيب بالاربعات آآ انشوف وانتفرج بس ضربة البداية الرائع اللي انا شاهد بصراحة ضربة البداية هيكون من خلال السفير الالماني بالقاهرة وعلى فكة المباراة بيديرها تحكميا إبراهيم نور الدين يعني حتى لا تقم التحكم دولي يعني المباراة لأهميتها وقوتها تقم تحكم دولي كمان بيديرها هذه المباراة نتمنى ما نشوفش اعتراض هذا يا كابتن ميدو يا رب يا رب وابقى ماتشو مفوش ضرب كمان وابقى ماتشو مفوش ضرب بالضب يا ماتشو الكورة كده دايما في الليل الناس بتلعب كورة بنستمتع بيها فدايما نشوف كورة مميزة بإذن الله ماشى محمد ان شاء الله اطمننا كده واتفرحنا ان منتخب مصر للدبلوماسيين خد هذه البطولة ان شاء الله ويسافر الجنة اسبوع بقى يتفسحه وتبسطه بإذن الله شكرا لك يا تنمي شكرا لكم معنا ان شاء الله نرجع لك ثانيا محمد